الغازات ما رأيك بهذه السيارة يا سالم؟ إنها رائعة يا أبي ولكن يبدو أنها تستهلك كميات كبيرة من البنزين لا يا بني هذه السيارة تعمل بالغاز ولكن كمية الغاز في هذا الوعاء صغيرة فكيف سنقطع بها مسافة طويلة؟ أنت تعتقد ذلك؟ ولكن كمية الغاز بهذا الوعاء كبيرة جداً وكيف تم وضعها داخل هذا الوعاء إذن؟ الغاز ليس له شكل محدد وثابت وليس له حجم محدد وثابت أيضاً فيمكن ضغط كمية كبيرة منه داخل هذا الوعاء إذن كيف تملأ إطارات السيارة بالغاز يا أبي؟ من خصائص الغاز القدرة على الانضغاط والانتشار فتتقارب جزيات الغاز عند الضغط وتنتشر متباعدة عن بعضها عند توفر حيز أكبر أو وعاء أكبر وهل يمكننا مشاهدة هذا الغاز؟ لا فأغلب الغازات لا ترى بالعين فعندما تعود من المدرسة وتشم رائحة الطعام الشهي الذي تعده أمك هل ترى الرائحة التي تشمها؟ بالطبع لا، ولكني أشمها، والطعام بعيد عنها، فكيف وصلت إلينا هذه الرائحة؟ وصلت إلينا هذه الرائحة لأن جسيمات الغاز متباعدة عن بعضها وتتحرك بسرعة كبيرة في جميع الاتجاهات، فجسيمات الغاز لها طاقة حركية كبيرة جداً وكيف انتشرت في الهواء بهذه السرعة؟ بسبب طاقتها الحركية الكبيرة، والتي تمكن جزيات الغاز من القدرة على الانتشار ومثال على ذلك انتشار رائحة أعواد البخوري خارج الغرفة الموجودة بها من خلال الخصائص التي ذكرتها يا أبي للغاز، فهل الهواء الذي نتنفسه يعتبر غازاً؟ بالطبع، فالهواء الذي نتنفسه يحوي غازات الأكسوجين والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون وكذلك الهيليوم الذي يستخدم لملء بعض البالونات، وكذلك بخار الماء ولكن البخار يتصاعد من الماء السائل نعم يا سالم، فالبخار هو الحالة الغازية للمادة السائلة وذلك عند رفع درجة حرارتها لدرجة الغليان ففي هذه الحالة يبدأ تحول السائل إلى غاز ومثال ذلك الماء والبخار الذي تلاحظه عند الاستمرار بتسخين الماء بعد وصوله لدرجة الغليان شكراً لك يا أبي والآن لتخبرني بمميزات السيارة الجديدة قبل أن أخبرك، فلتخبرني أنت بخلاصة ما تعلمته اليوم خلاصة ما تناولناه اليوم مفهوم الغاز هو مادة ليس لها شكل أو حجم محددان وتتحرك جزيئاتها بسرعة عالية في جميع الاتجاهات خصائص الغازات أغلب الغازات لا ترى بالعين المجردة جسيمات الغاز متباعدة عن بعضها وتتحرك بسرعة كبيرة في جميع الاتجاهات جزيئات الغاز لها القدرة على الانتشار الغاز له القدرة على الانضغاط والتمدد أمثلة على الغازات الهواء غاز الأكسجين الهايدروجين ثاني أكسيد الكربون الهيليوم مفهوم البخار هو حالة غازية لمادة تكون في درجات الحرارة العادية سائلة أو صلبة